علاء عمل ايه بقى انا اقول لك علاء عمل علاء طلع محضر من الامن المصري المحضر ده بيثبت اغتصاب خالد صلاح وحيات ربنا ايو والله زي بقولك كده حطوا على الحساب بتاعه وشالوا حطوا ليه وشالوا ليه انما اطلقت المحضر يعني وخلاص او المحضر اهو وزارة الداخلية مدية امن الجيزة قسم شرطة انبابة سري للغاية معالي السادي اللي واقع رئيسة القطاع مباحث امن الدولة اماء اللي كتاب معاليكم رقم كزا وكزا لسنة 2001 بتاريخ 10-12 2001 بخصول السلطان على المحضر رقم كزا لسنة 2001 المحرر بتاريخ 22-12 2001 ضد المواطن خالد صلاح ابو لمونة ده طلع اسم ابو لمونة فعلا وما اتخذ من اجراءات حيال الشكاوى المقدمة من السيد جمال الدين فضل عبد الرحيم اللي هو جمال عبد الرحيم وكلا على المواطن ضد السيد النقيب ايهاب بناجي عبد الرحيم واتهامه كذبا باكراهه على خلع ملابسه بالكامل وتحريده لاحد المحبوسين جنائيا بالاعتداء على موكله جنسيا بطريق اللوات امام مرأة ومسمع جميع المحبوسين مرفق مع كتابنا صورة طبق الاصل المحضر المحرر بمعرفتنا والملحق المحرر بواسطة وحدة البحث الجنائي بمديرة امن الجيزة والممهور بامضاء وتوقيع معالي السيد الوزير عبد الجواد احمد عبد الجواد مدير الادارة العامة لبحث الجنائي بمديرة امن الجيزة وصورة طبق الاصل من الشكاوى المقدمة من محاميه محاميه السابق ذكر اسمه بعليه الى كل من وزير الداخلية المحامي العام المستشار رئيس النيابة انبابة السيد اللواء مدير قطاعش التفتيش في دمين اش عارف ايه مع صورة طبق الاصل من تقرير طب الشرعي معتمد وممهورة بتوقيع السيد الدكتور السباعي احمد السباعي كبير الاطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب والسابت فيها انه بالكشف الطبي على المواطن المذكور بعليه فقد ثبت يقينا انه قد تعرض للممارسة الجنسية وفي فترات بعيدة ومتعددة وعن الممارسة الاخيرة فقد ثبت عدم موجود اي اثار المقاومة ما يجزم بانه قد تمت برضى كامل بين الطرفين الفاعل والمفؤول به انا باعتذر يا جماعة والله العظيم انا اسف بس المحضر مكتوب في الكلام ده والله يا العظيم انا باعتذر لحضرتكو بس المحضر مكتوب في الكلام ده وهو الامر الذي اشار اليه السيد رئيس نيابة مبابا بقراره المزيل بتوفيق معالي بعد شهرت شهود الواقعة ويقررهم جميعا لا مش هقدر اكمل مواصل محضر صعب قوي كما سبقت ايضا بملحق المحرر بواحدة البحث الجنائي وورد بكتاب مصلحة ان المواطن المذكور قد ارتقب الجناية التزوير في محضر رسمي عندما قام بنزع صورة احد المواطنين من بطاقته العائلية ووضع صورته بدلا منها منتحن بذلك اسمه وعنوانه ومهناته وجميع البيانات المذكورة بالمحرر والتي ثبت الصحة وتماما عدد الصورة فقط مع العلم ان المواطن المذكور قد تم اخلال سبيله بمعارفة بواحدة البحث الجنائي وبناء تعليمات عليه كما علمنا فيما بعد وبناء عليه فمن الافضل والاشرف لنا ان نخلع ملابسنا الشرطية ونعود الى منازلنا فذلك اشرف واكرم لنا من مورسة اعمالنا في ظل هذه الاجواء التي لا يقبلها العقل والضمير والقبود بتنفيذ القانون على الضعفاء فقط ومن ليس لهم ظهور واسماء قوية يحتمون من خلفها مرسل لمعاليكم للتكرم بالعلم واتخاذ مية طراءة لمعاليكم رائد واقل الجابري رئيس بحث خصة شرطة مبابة تفتيشة مراجعة التفاوض عرضة من انتش عارف ايه والختم الجمهورية عرفت ليه خالد صلاح بيخدم قوي كده عرفت ليه خالد انا مش عايزة افتت كتير في القصة دي يعني المهم النوم اوساخ في بعض يعني يعني طبعا اللي حصل انا لا اقرر اللي حصل لخالد صلاح بصراحة يعني مع العدل انا اعف ان خالد صلاح لا اقرر ان بني ادم يحصل في كده ايا كان بقى ايا كان جريمته ايا كان مشكلته ايا كان نوعه انا لا اقرر على الاطلاق انه بني ادم يحصل في كده حتى لو البنانة لو البنانة ده عايز يقتلني يعني لو بيكرهني زي خالد صلاح كده ده على جنب ده مفروغ منه يعني ده حق بني آدم ما ينفعش بني آدم ربنا اتكرمه يتعامل بالطريقة دي ولا حتى كان بيتعامل في سجون روسيا القيصرية زي ما بيحكي ديستوفيسكي في كتبه يعني ما ينفعش لكن كمان اللي لا أقبله ان خلت صراحي بيقى كده بعد كده يعني يعني مش معنى ان نتعامل فيك كده فتبقى كده يعني يبقى خلت صراحي بالمنظر بتعلوم السابع ده يعني يا جماعة هاتك وأعرضنا سنين من ساعة البو مالوش العكل اسمه السيسي اليوم السابع شغالة في هاتك أعرضنا فقط لغير والتشنيع علينا والفلوس اللي بناخدها والفلوس اللي مش عارف ايه وحاجات وقصص ومخدرات ده انا شخصيا طالع علينا بتاع ستات ومخدرات وجابوا ناس مش صحابي اصلا تتكلم عني ولا عملي عرفاه يعني جريدة الحقيقة كاذبة وفيها كل العبر فمش من الطبيعي جدا اني لما يبقى رئيس الحلالة خلت صلاح يتعمل في كده طبيعي جدا انهم ربنا فضحهم فربنا فضحهم بالمحضر ده ترجمة نانسي قنقر